بسم الله في الفيديو ده هنشرح الواحدة السابعة وهنتكلم فيها عن مصطلحات يمكن جديد علينا شوية او ما قلناهاش قبل كده وهنتكلم بشكل عام عن التصادمات طيب اول مصطلح جديد معنا هو اسمه كمية الحركة فتعالوا نشوف ايه تعاليف كمية الحركة وايه القانون بتاعها وطالما قانون يبقى لازم نعرف الواحدة بتاعته طيب كمية الحركة اللي هي بنرمز لها بالرمز P ايه هي كمية الحركة كمية الحركة عشان هو مش مصطلح سائد في الواقع بتاعنا يعني مش بنقوله كتير فممكن نقربه ازاي كمية الحركة هي القوة اللي بيمتلكها جسم بيتحرك لما يتصادم مع جسم تاني فهي دي القوة اللي هيأثر عليه بيها بمعنى كمية الحركة هي عبارة عن ايه فيزيائيا هي ناتج ضرب كتلة الجسم في سرعته المتجهة طب نتخيلها ازاي لو فيه جسم ليه كتلة بيتحرك بسرعة فهو بيمتلك قوة القوة دي هتبان امتى لما يحصل تصادم فلو كان الجسم كتلته كبيرة او سرعته كبيرة فهايحدث قوة على الجسم اللي قدامه اكبر فده التخيل بتاعها طيب فكمية الحركة بنرمز لها بالرمز بي وبتساوي الام في الفي طيب لو عايزين نستنتج الوحدة بتاعت البي زي ما متعودين خلاص من القانون الام بتتقاس بالكيلو جرام والسرعة بتتقاس بمتر على السنة يبقى دي وحدة قياس كمية الحركة طيب زي ما شايفين ان كمية الحركة هي كمية متجهة وهي حصل ضرب كمية قياسية في كمية متجهة فافهم من كده ان اتجاه كمية الحركة بيبقى دايما في اتجاه سرعة الجسم يعني الجسم ماشي ناحية الشرق فيكون ليه كمية حركة متجهة اتجاهها ناحية الشرق برضه فبنقول متجهية سرعة وكمية الحركة متوازئين او باي بيشيروا نفس الاتجاه ومجدار كمية الحركة هو الام في مجدار السرع والوحدة بتاعتها طب احنا بنتكلم عن تصادمات وانت بتقول ان كمية الحركة ديت هي يعني مجازا تعتبر القوة اللي هيأثر بها الجسم على جسم تاني عند التصادم فعايزين نعرف ايه علاقة كمية الحركة بالقوة فبنقول القوة اللي بيأثر بها جسم على جسم تاني يعني وليكن سيارة هتصطدم بجدار فلو قلت ان السيارة هي رقم واحد والجدار هو رقم اتنين فعند التصادم القوة اللي هتأثر بها السيارة على الجدار هتساوي ايه بنقول علاقة القوة بكمية الحركة هي مشتقط كمية الحركة بالنسبة للزمن يعني ايه هو التغير في كمية الحركة بتاعت السيارة في زمن قليل جدا يكاد يصل الى الصفر ده معنى الاشتقاك طيب لو احنا فكينا البي ديت زي ما قلنا دلوقتي ان هي بتساوي الام في الفي والام ده سابت فمشتقطه هي هي طيب دي في على دي تي ده كان قانون مين مشتقط السرعة بالنسبة للزمن اللي هو العجلة فعشان كده بنقول ان العلاقة ما بين القوة وكمية الحركة بتكافئ قانون نيوتن التاني ويقال ان قانون نيوتن التاني مش اللي احنا كنا اخدناه في الفصل الاول ولكن السيغة الاعمة ليه هي دي ان القوة اللي بيأثر بها جسم على جسم تاني بتساوي مشتقط التغير في كمية الحركة بالنسبة للزمن طيب فبنقول استيغة دي هي استيغة المكافئة القانون نيوتن التاني وهي الاكثر عمومية لانها بتطبق ايضا عندما تتغير الكتلة مع الزمن حد يقول لي هي الكتلة بتتغير هقول له اه ولكن لسه هنعرفها قدام في الفصول الجاية ان شاء الله طيب عايزين نعرف برضو ايه علاقة البي مع طاقة الحركة طاقة الحركة بتساوي ايه بتساوي نص م في سكوير طيب لو انا قلت ان البي سكوير ديت هي عبارة عن في ضرب في واحنا لسه قيلين ان البي هي الام في الفي يعني لو شلت دي كده فهي بتساوي نص بي في او نص ام بي سكوير لو انا ضربت في ام على ام فهتساوي ايه يعني كان انا ضربت في واحد فده رياضيا مزبوط عادي طيب لو انا ضربت الام في الام فهتبقى ام تربيع ام بي الكل تربيع اللي هي عبارة عن بي تربيع على اتنين ام فالقانون اللي بيربط طاقة الحركة بكمية الحركة ان الكي بتساوي البي تربيع على اتنين ام طاقة الحركية اللي بيمتلكها جسم معين بتساوي كمية الحركة بتاعته تربيع على ضعف الكتلة بتاعته طيب بعد كده هنتكلم عن مصطلح ثالث اللي هو الدفع وهو هنا ذاكر لي في الكتاب كذا مثال على كمية الحركة فتمام اتكلمنا عن كمية الحركة والقوة وكمية الحركة والطاقة الحركية وده جزء والحتة دي جاية في الهيكل ان انتو تكونوا عارفين ان الكي بتساوي بي تربيع على اتنين ام فهو جايب لي كذا مثال هنا على كمية الحركة بتاعت جسيمات عشان اتخيل الاجسام دي لما هتيجي تصطدم بحاجة هتأثر بقوة عاملة ازاي فجسيم الفا ده صغير جدا فكمية الحركة بتاعته صغيرة جدا لكن مثلا سيارة تحرك على طريق سريع كمية الحركة بتاعتها كبيرة فتوقع ان هي عند الاستضام هتأثر بقوة كبيرة على الجسم اللي قدامها طيب المصطلح اللي بعد كده اللي هو الدفع فاحنا لغاية دلوقتي عشان نفتكر اخدنا قانون ان البي تساوي الام في البي وقانون ان الاف بتساوي مشتكة البي بالنسبة لتي وقانون الكي بيساوي بي تربيع على اتنين ام القانون الرابع معنا هو الدفع الدفع اللي بيأثر بيه جسم على جسم تاني ليه كذا قانون ايه هو اول حاجة تعاني شوف تعريفه الدفع هو تكامل القوة بالنسبة للزمن يعني قانون الدفع هو تكامل القوة بالنسبة للزمن يعني لو انا عندي قوة انا مثلا بأثر على تربيزة بقوة متغيرة لمسافة معينة فعايز احسب الدفع بتاعي على التربيزة هعملها ازاي فطالما بأثر بقوة متغيرة وبالتالي الدفع الناشئ عني هيساوي تكامل القوة بتاعتي على مدار الزمن فلو هو مديني المعادلة بتاعة الاف دي وليكن تمانية تيتا كعيب ناقص اثنين تيتا ربيع فالتكامل بتاعها بيبقى عبارة عن ايه بالضبط بنزود على القس واحد نقسم على القس الجديد وبعد كده نعوض بالتي فاينال عن كل تي هنا ناقص التي انيشل طيب لو هو ما جاب ليش المعادلة دي ورسمها لي زي الرسمة دي كده فالتكامل هو عبارة عن ايه هو عبارة عن مساحة الشكل اسفل المنحنة وده برضو جزء جاي في الهيكل ان احنا نبقى عارفين ان العلاقة البيانية ما بين الاف والتي بيكون مساحة الشكل اسفل المنحنة هو عبارة عن الدفع وفي قانون تاني للدفع لما احنا يعني استنتاجه مش لازم علينا الاف ديت لما عملها ان هي بتساوي دلتا بي على دلتا تي ودلتا تي مع دلتا تي فتكامل الدلتا بي اللي هو هي ساوي الدلتا بي فالمهم ان انا كوني عارف ان الدفع ده هو كمية متجهة وليه قانونين اول قانون هو تكامل الاف بالنسبة للزمن وتاني قانون هو التغير في كمية الحركة بس خلي بالي لو في جسم بيأثر على جسم فالدفع الناتج من الجسم واحد على الجسم اثنين هيساوي التغير في كمية حركة الجسم الثاني فخلي بالي من دي الدفع الناتج من الجسم الاول على الجسم الثاني ساوي التغير في كمية حركة الجسم الثاني اللي بيتأثر بالقوة دي طيب فالدفع ده لو قلتلكم بيتقاس بايه فهو هو وحدة قياس البي اللي هو كيلو جرام في مترعة الثانية فبنقول بتمثل المساحة أسفل منحنة ما بين الاف والتي التغير في كمية الحركة أو الدفع فلو كانت القوة سابتة أو لها شكل يمكن حساب التكامل لي يعني لو أنا عندي قوة متغيرة كده فلو أنا قدرت أجيب الاف ففي قانون ثالث للدفع بيساوي الاف أفرج مساحة الشكل الأسفل منحنة هنا هتساوي الطول في العرض العرض ده اللي هو الاف أفرج والطول ده اللي هو الدلتا تي يعني لو خلال الفترة الزمنية دي تقدر تجيب متوسط القوة اللي بتأثر فالدفع هيكون عبارة عن متوسط القوة في الفترة الزمنية طيب فنخلي بالنا من قوانين الدفع دي لان برضو جاي عليها سؤال في الهيكل فلازم أكون أعرف تلات قوانين عشان هستخدمهم مع بعض يعني هيجي الأغلب أن أنا هساوي القانونين دول ببعض هيكون طالب مني سواء الزمن أو سواء التغير في كمية الحركة أو السرعة النهائية للجسم اللي هيصطدم به وهتشوفه في المسائل أصدقية طيب بنقول إذا لحظت أن المتجهات تشير في اتجاهين متضدين تقريبا فهيكون التغير في كمية الحركة ومجموع مقدارهم يعني إيه كان فيه مثال هنا لو دلوقتي الكرة دي تجاية بكمية حركة متجهة كرة دي كانت جاية كده والمضرب ضربها في اتجاه يعتبر مضاد تقريبا فالدلتة بيه بتساوي إيه بتساوي البي فاينال نقص البي إنشيل وخلي بالي إن دول متجهات طيب فالمتجهات ديت لو هم متضدين تقريبا فالبي فاينال هحطها إشارة ومجدار والبي إنشيل هحطها إشارة ومجدار فهي عبارة عن سالب بي فاينال سالب بي إنشيل يعني بتساوي سالب بي فاينال زائد بي إنشيل فهي عبارة عن مجموع مجدارهم لما يكون التغير في كمية الحركة أو متجهي كمية الحركة للجسم قبل التصادم وبعد التصادم متضدين تقريبا فالتغير في كمية الحركة هيساوي مجموع المجدار بتاعهم ولو إحنا حلينا السؤال ده هنفهم الكلمة اللي بقولها دي طيب بعد كده زي ما كنا تكلمنا في الواحدة السادسة عن مبدأ حفظ الطاقة دايما سواء حفظ الطاقة الميكانيكية أو حفظ الطاقة الكلية فهنا برضو نفس الكلام بيتطبق على كمية الحركة مبدأ حفظ كمية الحركة فلما يبقى فيه عندي جسمين بيتحركوا ويصطدموا ببعض كل جسم جاي بكمية حركة متجهة وبعد التصادم أي أن كان هيبقى اتجاههم فين فده initial ده final ده final فحفظ كمية الحركة بيقول إيه إن مجموع كمية الحركة للجسمين قبل التصادم يساوي مجموع كمية الحركة للجسمين بعد التصادم وده قانون مهم جدا هنستخدمه كتير في الواحدة دي أو من أول القوانين اللي لما يجيلك سؤال عن كمية الحركة تحطها في دماء ذاك إن البي initial 1 زايد البي initial 2 يساوي البي final 1 زايد البي final 2 فالمعادلة دي صالحة لجميع التصادمات سواء المرنة أو الغير مرنة طالما أن القوى المحصية الخارجية تساوي سفر فكمية الحركة الكلية هتكون محفوظة فعشان كده بنقول إن في حالة وجود أكتر من جسمين المشتركين في التصادم أو في حالة عدم وجود التصادم أصلاً فالصيغة العامة القانون حفظ كمية الحركة إن التغير في كمية الحركة بيكون سابت لأن مجموعهم قبل بيساوي مجموعهم بعد فالتغير بيكون سابت طيب بعد كده عندنا التصادمات المرنة في بعد واحد مثال إسقاط البيضة ده مثال على الدفع وده اتكلمنا على حفظ كمية الحركة ودائماً بيشتك القوانين اللي احنا بنقولها مش علينا الاستنتاج بتاعها طيب التصادمات المرنة في بعد واحد احنا عندنا نعيم من التصادمات ياما تصادمات مرنة ياما تصادمات لا مرنة اللي احنا نتكلم عليه السنة دي هو تصادمات المرنة فقط طيب التصادمات المرنة عندنا نعيم ياما في بعد واحد ياما في بعدين يعني ايه في بعد واحد يعني جسم بيتحرك في اتجاه X هيخبط في جسم فالجسمين بعد التصادم هيتحركوا في اتجاه X أو في اتجاه Y فالحركة كلها في بعد واحد يا إما الحركة في بعضين الجسم بيتحرك في اتجاه X هيخبط في جسم فبعد كده الاتنين هيتحركوا في اتجاه X أو Y طب تعالوا نشوف أول نوع اللي هو التصادمات المرنة في بعض واحد يعني إيه تصادم مرن هي التصادمات اللي بيتم فيها حفظ الطاقة الحركية الكلية للأجسام المتصادمة يعني إيه يعني لما بنخبط مثلا كورتين بلياردو في بعض إيه اللي بيحصل بينشأ عنهم صوت أو لما تخبط جسمين فينشأ عنه حرارة أو أي حجم الحاجات دي فمعنى كده إن فيه جزء من الطاقة فقد في صورة طاقة ما ينفعش نسترجعها وبالتالي ده ما بيبقاش تصادم مرن المال التصادم المرن هو عبارة عن إيه إن الطاقة الكلية للجسمين يعني K1 زائد K2 قبل التصادم يساوي K1 زائد K2 بعد التصادم فهنا عندنا قانونين للحفظ قانون حفظة كمية الحركة وقانون حفظ طاقة الحركة الاتنين نفس الكنسط إن مجموعة كمية الحركة للجسمين قبل التصادم يساوي مجموعهم بعد التصادم أو مجموعة طاقة الحركة للجسمين قبل التصادم يساوي مجموعة طاقة الحركة للجسمين بعد التصادم ونخلي بالنا قوي من القانونين دول دول او القانونين ييجوا في المقالي. طيب. فالقانون دوت السيغ اللي هنستخدمه بيها تنوى بنتكلم عن كمية حركة وبالتالي هحول الكي لبي تربيع على اتنين ام. فكي انشال واحد فهتبقى بي انشال واحد. زائد كي انشال تو. فهتساوي بي انشال تو. على ام واحد على ام اتنين يساوي بي فاينال ون تربيع على اتنين ام واحد زائد بي فاينال تو تربيع على اتنين ام اتنين. فخلي بالي قوي من القانونين دول. ايه المشكلة او ايه الهدف? انا دلوقتي لما بيبقى عندي تصادم ما بين جسمين فالاغلب احنا في الواقع بتاعنا لما يحصل تصادم واحنا علماء فيزياء فايه اللي هيكون الهدف بتاعنا من دراسة تصادم ان انا اتنبأ ان الجسمين دول هيتحركوا فين بعد التصادم وبسرعة كام وبالتالي يعني انا عايز اعرف كمية الحركة النهائية للجسمين بعد التصادم طيب فانا انا دلوقتي عندي مجهولين وعندي معادلتين فهو هيكون مديني باقي المجاهيل كلها فاحل المعادلتين مع بعض واطلعوا طيب انا عندي كم مجهول انا انا عندي البي انشال للجسمين وعندي كتلة الجسمين والبي فينال للجسمين عندي ست مجهولات هو هيدينا اربعة منهم ناقص اتنين وانا عندي معادلتين هحلهم مع بعض واجيب الكمية الحركة بعد التصادم هو ده الملخص البسيط اللي احنا بندرس ايه في الواحدة دي طيب فبحل المعادلتين دول مع بعض نقدر نستنتج كزا قانون يجيب لنا البي فينال بتاعت الجسم الاول بعد التصادم والبي فينال بتاعت الجسم التاني بعد التصادم استنتاج هم ازاي مش علينا او ممكن تبقوا تقروم الكتاب هو يعني بسيط ان احنا بنعوض في المعادلتين دول بابسط صورة ايه الفكرة ان انا عايز بي فينال وان يكون القانون بتاعها ما فيهوش غير بي انشال وان وبينشال تو ام تو ام وان فالفكرة ان انا بشيل الفاينال تو دي وحط مكانها ان انا جيب دوت الواحده في طرف فيبقى بي انشال وان زايت بي انشال تو نقص بي فاينال وان فاشيل ده من هنا وحط ده مكان بس فالاستنتاج بتاعها مكتوب في الكتاب قاعد يبصتها يبصتها وبعد كده ام عامل الحركة اللي احنا قلنا عليها فهيطلع لقانون لبي فينال وان اللي هو ده بمعارفة البي انشال وان والبي انشال تو اللي قلنا هيبقى مدهم لنا هم والكتلة وكذلك البي فينال تو وبرضه ممكن استنتق القانون للسرعة النهائية للجسمين بعد التصادم. ده بسيط لو انا عارف القانون ده. فالبي بتسوي ام ون في الفي فاينال ون. انا عايز الفي فاينال ون فهقسم على الام ون. لو اسمت على الام ون هنا. ده ام ون في في انشال ون. لو اسمت على الام ون. هيروح. فهلاقي ان الحد ده شبه الحد اللي فوق شلت البي اي ون حطيت في اي ون. وهنا ام تو في اي لما اسمت على الام ون. هلاقي الام ون دي راحت مع الام ون دي. فهلاقي الحد ده هو الحد ده ولكن بدل ام واحد هي ام اتنين. وهكزا. فالاستنتاج ان انت تحط القانونين وتحلوهم مع بعض هيبقى الموضوع بسيط. وذاكر برضو في الاخر ان ممكن نستنتج السرعة المتجهة النسبية للجسمين بعد التصادم. فاكرين السرعة المتجهة يعني ايه سرعة متجهة ان لو فيه جسم بيتحرك بالنسبة لي وانا واقف على الارض بسرعة خمسة متر على الثانية نحية اليمين. فسرعته المتجهة بالنسبة لي خمسة متر على الثانية نحية اليمين. طب لو انا قمت راكب عربية وقمت ماشي في نفس اتجاهه بسرعة اربعة متر على الثانية. هل سرعته بالنسبة لي هيكون لسه سريع لدرجة ان هو هكون شايفه بسرعة خمسة? اكيد لا. انتو العربيات حواليكو بتحسوها ماشي ابطأ من لو انتو شايفينها من بره. فعشان كده السرعة المتجهة النسبية هي بتساوي V1-V2. هتشوفها ماشية بسرعة واحد متر على الثانية. طيب فلو انا عندي جسمين وعايز السرعة المتجهة النسبية للجسمين بعد التصادم. يعني V1-V2. فبرضو لو انا عوضت جبت V2 دي حطيت سالب هنا وسالب هنا. يعني هطرح كل ده. من كل ده. هيديني. في الاخر سالب V1-V2 زيت V2 لما اخد السالب. يعني هستفاد في الاخر ان V1-V2 السرعة المتجهة النسبية للجسمين بعد التصادم تساوي سالب السرعة المتجهة النسبية للجسمين قبل التصادم. يعني السرعة المتجهة النسبية في التصادمات المرنة بتغير العلامة فقط. طيب فده للعلم. طيب. عندنا كزا حالة خاصة للقوانين اللي احنا قلناها ديت. لو في جسم ساكن او كتلة متساوية. الحالة الخاصة الاولى لو الكتلتين متساويتين. فلو جينا هنا عوضنا ان ال M1 بتساوي M2 يعني اقدر اشيل M2 دي واحطت النية بتساوي M1. M1 نقص M1 بصفر. على اي حاجة بصفر ضرب اي حاجة بصفر. لو شلت M2 دي وحطت النية M1. فتنين M1. على M1 زائد M1 اللي هي 2M1. 2M1 على 2M1 اللي هي واحد. فالبي اي. البي فاينل ون هيساوي البي انيشيال تو. وكذلك البي فاينل ون يساوي البي انيشيال تو. يعني ايه الكلام ده? يعني لو في جسم جاي بصرعة خمسة متر على السنة. وجسم تاني جاي بصرعة اربعة متر على السنة. فسرعة الجسم يعني ده في انيشيال ون وده في انيشيال تو. فسرعة الجسم الاول قلنا ان هي هتساوي البي انيشيال تو. البي انيشيال تو هنا هتساوي سالب اربعة لانه هو رايح في اتجاه اليسار. فافهم من كده ان البي فاينل ون يعني سرعة الجسم الاول ده بعد التصادم هتساوي سرعة الجسم التاني قبل التصادم. يعني الجسم ده بعد الاستضام هيقوم راجع في اتجاه معاكس بسرعة اربعة متر على السنة. وكذلك البي فاينل تو هتساوي في انيشيال ون. فافهم من كده ان لما يكون في جسمين كتلتهم متساوية. ويصطدموا ببعض هيصطدموا ببعض ويسلموا على بعض وكل واحد ياخد سرعة التاني او كل واحد ياخد متجه كمية الحركة بتاع التاني. تمام. طب الحالة الخاصة التانية ان لو في جسم فيهم في وضع السكون في البداية. يعني البي انيشيال ون بزيرو. لو اعتبرنا ان الجسم الاولاني هو الساكن. فلما نيجي نعوض عن البي انيشيال ون بزيرو دي كلها راحت هيتبقلنا ده. فهيبسط لنا الموضوع شوية. وكذلك لما عاوض على البي انيشيال ون في قوانين السرعة هينتج لنا القانون مبسط شوية. طيب. انا عندي اربع انواع من التصادمات. اول حاجة. او اربع حالات للتصادمات. لو انا عندي جسمين. هيصطدم ببعض. فيا اما. لو الجسم ده ساكن. فيا اما الجسم ده هيسكن بعد التصادم والجسم ده. هيتحرك. يا اما الجسم ده هيخبط في الجسم ده ويرجع. والجسم ده ممكن يفضل ثابت. يا اما الجسم ده هيتحرك لكده والجسم ده هيتحرك لكده برضو. يا اما هيتحرك لورا والجسم ده هيتحرك لقدام. فاربع حالات التصادم دول. هنقعد نلعب لعبة بسيطة. حالات التصادم دي. اعرف حددها على اساس ايه. على اساس الكتلة بتاعت الجسمين. فهناخد مثال والباقي بالمثل. لو الام اتنين اكبر من الام واحد. وعايز استنتج السرعة ان بعد التصادم بتاعت الجسم التاني هيبقى مقدارها كام وزاويتها ايه. طيب. فاحنا قلنا ان ال v initial one بزيره خلاص استنتجنا القانون ده. ام اتنين اكبر من الام واحد. فناتج الطرح ده هيكون موجب. على ام اتنين زائد ام واحد. يعني لما اطرح مسلا خمسة زائد اربعة. فيطلع لي موجب واحد. على خمسة زائد اربعة. فهيطلع لي ده كله اقلم الواحد. لما ضربه في رقم. فيبقى ال v final two. هتبقى اقلم ال v initial two. يعني لو فيه جسم. ده جسم ساكن. وده جسم جاي ب v initial. فلو ال m اتنين اكبر من ال m واحد. فالجسم ده هيضرب في الجسم ده. ويرجع. بسرعة اقل. v final two هتكون اقل من v initial two. وهتكون في اتجاه الموجب. لا ده مش هيرجع. ده هيكمل في نفس اتجاهه. ولكن بسرعة ابطأ. فال v final two هتكون في نفس الاتجاهه بمقدار اقل. طب لو ال m اتنين بتساوي ال m واحد اللي احنا يسه قيلينه. كل واحد هيضرب في التاني. وهياخد السرعة بتاعته. فلو m اتنين بتساوي m واحد. دي هتساوي صفر. فاللي كان جاي بسرعة v initial two. هياخد سرعة الجسم التاني اللي هو كان ساكن. فهيسكن. والجسم التاني ده هيتحرك بنفس سرعة الجسم الاولاني. v final one. هتساوي v initial two. طب الحالة التالتة. لو m اتنين اقل من m واحد. دي اقل من دي. فالنتج الطرح هيبقى بالسالب. ولما اطرح حاجة من حاجة على حاجة فهتبقى برضو صغيرة. فهيعكس اتجاهه. افهم من كده ان ال v final two هتساوي سالب رقم v initial two. فمعنى كده ان هو هيضرب فيه ويعكس اتجاهه. هيرتد الجسم اتنين للخلف وهتغير اتجاه المتجاه الصرعة. طيب المعلومة المهمة اللي عايزين نوصل لها. لما يكون جسم كتلته اقل بكثير من جسم تاني. سواء قال لي اقل بكثير او كتبها لي. بالطريقة دي. فبفهم ايه او باعتبر ايه? باعتبر ان كتلة الجسم الصغير ده بتساوي صفر. ممكن تجي لي في المسائل ازاي? يقول لي مثلا امر صناعي يدور حول كوكب. ويقول لي عايز مثلا السرعة بتاعته بعد التصادم او بعد الدوران او ايا كان. فحلال ازاي? هعوض في القوانين بتاعت ال b او ال v. ولكن هعوض عن ال m بتاعت الامر الصناعي حتى لو هو مديني كتلته ان هي بتساوي صفر. ليه? لو انا دلوقتي عايز اعوض في الفيديو واعتبرنا ان الامر الصناعي هو ال m2 والكوكب هو ال m1. فالكوكب بتبقى طبعا كتلته كبيرة جدا يعني وليكن عشرة قس تمانية وعشرين كيلو جرام. كمثال والامر الصناعي وليكن سبعمية وعشرين كيلو جرام. فزي المثال اللي كنا ضربناه اللي هو لو انت هتصطدم بنملة. فلو عايز احسب كمية الحركة بتاعتك او السرعة وهنعوض في القانون ده. فكتلتك عبارة عن مثلا ستين كيلو اللي هو ستين الف جرام ووزن النملة بوينت زيرو 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 حاجة صغيرة جدا. فلما تطرح الرقم ده من الرقم ده ولا حاجة فبنعتبر ده كأنه بصفر يكاد يكون صفر وتحل المسألة عادي. فدي من الحاجات اللي هو مش هيدهاني في المسألة ولكن انا ببقى عارفها ان لو جسم معروف علميا ان هو كتلته صغيرة جدا او هو زكارهالي فبعتبر ان كتلته بتساوي صفر واعوض واجيب النواتج. طيب التصادمات المرنة في بعدين او ثلاث ابعاد خلونا نخلصها مرة واحدة. ايه الفكرة ان احنا قلنا التصادمات المرنة في بعد واحد انا عندي مجهولين ومعادلتين فسهلة. طب التصادمات المرنة في ثلاث ابعاد او بعدين او ثلاث ابعاد فانا هيبقى عندي جسم وليكن بيخبط في جدار كده. فجاي بكمية حركة ابتدائية فكمية الحركة دي في اتجاه اكس وواي فلو عايز احللها فهي ليها مركبة مركبة افتجاه الاكس ومركبة افتجاه الواي. وكذلك البي فاينال هيبقى لها مركبة افتجاه الاكس ومركبة افتجاه الواي. وبالتالي بدل ما كان عندي بي فاينال 1 و بي فاينال 2 بس بقى عندي بي فاينال 1 اكس و بي فاينال 1 واي و بي فاينال 2 اكس و بي فاينال 2 واي. فبقى عندي اربع مجهولات طب عندي كم معادلة لو عندي اربع معادلات هقدر عوض فيهم خلاص ممكن احطوهم على الالة وحلها عادي ومال ايه المشكلة ان انا عندي تلات معادلات بس اللي هم ايه تاني اول حاجة كمية الحركة حفز كمية الحركة اتفقنا ان البي انشال 1 زايد البي انشال 2 يساوي البي فاينال 1 زايد البي فاينال 2 مرة هتبقى في اتجاه اكس ونفس الكلام في اتجاه الواي. طب وطاق قانون حفز طاقة الحركة اللي هو بيه تربيع على الاتنين ام. فاينال 1 زايد فاينال 2. انشال 1 زايد انشال 2. طب ليه قانون حفز طاقة الحركة مش بنطبقه فيه البعدين لان البي فاينال واحد تربيع يعني المتجه نفسه تربيع بيساوي اي متجه لما احنا كنا اخدنا قبل كده تربيع فهو عبارة عن المتجه في نفسه ضرب قياسي نفسه وناتج الدرب القياسي هو مقدار الاول في مقدار الثاني في كوزين الزاوية مبينه وكوزين الزاوية مبينهم اللي هو صفر لانه متجه في نفسه فهيطلع لي مقدار المتجه تربيع فسواء انا حطيت هنا اكس فهيطلع لي بي اكس في بي اكس فهيطلع لي مقدار المتجه الاصلي تربيع او حطيت واي فهيطلع لي نفس القانون فعشان كده القانون كمية الحركة هو اللي بيتطبق في بعدين لكن طاقة الحركة ينتج عنه قانون واحد فانا عندي اربع مجاهيل وثلاث معادلات بس فايه الفكرة اللي احنا عايزين نشرحها او ايه المعضلة في التصادمات في بعدين او ثلاثة ان انا عايز معطى او علاقة ربعة هبقى عارفها هو مش هيقولها لي هتبقى مستنتجة زي ما كنا من معرفتنا بمصار المجذوف كنا بنستنتج حاجات هو مش بيقولها لي ولكن انا بعوض بيها فهنشوف انواع التصادم في بعدين وهنشوف ايه المعطى الرابع اللي احنا هنكون عارفين وهيفدنا في الحال طيب ففي حالة عندنا التصادم جسم اه جسمين في بعدين اول حاجة اما تصادم جسم مع جدار او تصادم جسمين في بعض وهنشوف ايه الفرق لو تصادم جسم مع الجدار فزي ما اتفقنا ان هو بيبقى ليه متجه كمية حركة ابتدائي ومتجه كمية حركة نهائي فمتجه كمية الحركة بدل ما هنسمي ان هو ليه مركبة اكس و واي هنسمي ان هو ليه مركبة عمودية وليه مركبة موازية للجدار وده هيبقى ليه برضو مركبة عمودية على الجدار وموازية للجدار تعالوا نشوف ايه اللي احنا هنستنتجه او ايه اللي احنا هنكون عارفينه من تصادم جسم مع الجدار هنستنتج ثلاث حاجات اول حاجة زيني لما كنا بنقول في المجذوف ان هو لما بيبقى بنرمي كورة مثلا معينة بسرعة فمن اول ما بتطلع من ايدينا بيأثر عليها قوة واحدة بس اللي هي قوة الجاذبية فكان انهي مركبة من مركبتين السرعة هي اللي بتتأثر بالزبط عندي القوة اللي بتأثر هي قوة عمودية فكانت المركبة العمودية بس هي اللي بتأثر والمركبة الافقية سابت نفس الكلام هنا لما يحصل تصادم ما بين الكورة والجدار الجدار بيأثر علي الكورة بقوة متعمدة ليه القوة ان وبالتالي مين اللي هيتأثر في مركبتين كمية الحركة برافو اللي هيتأثر هو المتعمدة ولكن المتوازية هتفضل زي ما هي فاول حاجة نستنتجها ان البي فاينال الموازية بتساوي البي إنيشيال الموازية مش هيحصل لها اي تغير في المجدار ولا الاتجاه طيب ومن تطبيق قانون حفظ كمية الحركة او حفظ الطاقة الحركية البي فاينال تربية بتاعت الجسم الاول لنقم واحد ففي الحالة دية الجدار عندي ما بيتحركش ولا قبل التصادم ولا بعد التصادم سابت وبالتالي كمية الحركة بتاعته يعني لو اعتبرنا الجدار هو الجسم رقم اثنين فالفاينال بتاعته بصفر والإنيشيال بتاعته بصفر والكورة هي هيها الكتلة بتاعتها هي هي فافهم من كده ان البي فاينال ون يساوي البي انشيال ون ان متجه كمية الحركة اللي ابتدائي يساوي متجه او مقدار المتجه بتاع كمية الحركة يساوي مقدار المتجه بتاع كمية الحركة بعد التصادم فده تاني حاجة بنستفد طيب ومن نفس العلاقة دي البي فاينال تربيع بتساوي ايه يعني لو انا عندي متجه كده ده البي فاينال فاحنا عارفين ان هو عبارة عن بي فاينال اكس وبي فاينال واي فده تربيع يساوي مجموعة مربع مركبتين وكذلك البي انشيال طيب واحنا اتفقنا ان الفاينال الموازي يساوي الانشيال الموازي الموازي ده اللي هو الواي العمودي فاتفقنا ان الموازي اللي ابتداء يساوي الموازي النهائي فافهم من كده ان البي فاينال العمودي تربيع يساوي البي انشيال العمودي تربيع طيب فلو اخدت جزر الطرفين هيطلع لي ان البي فاينال العمودي يعني لو قلتلكم ان الخمسة وعشرين بتساوي الاكس تربيع فالاكس هتساوي ايه بالزبط هتساوي موجب او سالب خمسة لو انا عوضت بخمسة هتطلع لي خمسة وعشرين لو عوضت بسالب خمسة تحت التربيع برضه هتطلع لي خمسة وعشرين فانا عندي احتمالين اما البي فاينال العمودي يساوي البي انشيال العمودي يعني في نفس الاتجاه او البي فاينال العمودي يساوي سالب البي انشيال يعني في عكس الاتجاه فانا يظهر دورنا كافيزيائيين هل مركبة البي فاينال العموديه هتكون في نفس اتجاه البي انشيال العموديه يعني بعد التصادم المركبة بتاعت البي فاينال العموديه هيكمل في نفس الاتجاه هيخترك الجدار ولا بيرتد عن الجدار بيرتد عن الجدار فتالت حاجة نستنتجها ان البي فاينال العمودي بيساوي في المجدار البي انشال العمودي ولكن في عكس الاتجاه طيب هنستفاد ايه برضو او ايه بقى المعطى الرابع اللي احنا عايزين نكون عارفينه وهنعوض به هو ان لو انا عايز سميت دي زاوية السقوط وده زاوية الانعكاس وعايز اعرف ايه العلاقة ما بينه فالتصادم ما بين جسمه وجدار طيب كوزين الزاوية دي يساوي ايه يساوي المجاور على الوطر الزاوية دي اللي هي مثلا الزاوية دي فالمجاور بتاعها اللي هو بي انشال العمودي على الوطر اللي هو مجدار المتجه نفسه ده كوزين زاوية السقوط واتفقنا لبي انشال العمودي يساوي في المجدار العمودي وعكسه في الاتجاه بس انا انا باخد المجدار بس واتفقنا المجدار المتجهة اللي ابتدأ يساوي النهائي. فالب فاينال العمودي اللي هو مجاور الزاوية دي. والبي فاينال اللي هو وطر الزاوية دي. فيعني هو هو جزاين سيتا اتنين. فالمهم في الاخر عايز استنتج ايه? ان السيتا واحد ساوي سيتا اتنين يعني زاوية السكوت زاوي زاوية الانعكاس. يعني كوزين ده على ده. يساوي ده على ده. فده استفدت بيه ايه? ان انا ربطت مجهولين بحاجتين هم هيدهمني. فده هستعمله معادلة ربعة مع المعادلات. فهعرف احلي بيه. طيب. امال في حالة تصادم جسمين مع بعض. ايه الفرق? الفرق ان في تصادم جسم مع جدار كان الجدار ثابت قبل التصادم وبعد التصادم. فكان مريحني. البي انيشل قبل التصادم. والبي فاينل بعد التصادم للجدار بتساوي صفر. ولكن. لما يكون فيه جسمين مع بعض زي كرات البلياردة. بيكون ليهم نفس الكتلة. فاعيز استنتج بعد التصادم البي فاينل بتاعتهم هتكون بكامل. طيب. فهنطبق برضو قانون ان حفظ كمية الحركة. لو انا عندي كرة البلياردو. هي اللعبة بتبقى عبارة عن ايه? ان انا بضرب كرة. فبتتحرك ببي انيشل وان. والكرة التانية دي بتبقى ثابتة. فافهم من كده ان البي انيشل تو بتساوي صفر. فانا عايز اجيب العلاقة ما بين البي فاينل وان والبي فاينل تو. فمن قانون حفظ كمية الحركة بي انيشل وان زائد بي انيشل تو اللي هو بصفر. يساوي. بي فاينل وان زائد بي فاينل تو. طيب. لو انا ربعت الطرفين. البي انيشل وان تربيع. هيساوي لو انا ربعت ده. هيساوي مربع الاول يعني مقدار الاول تربيع ومربع التاني. زائد اتنين. في الاول في التاني. ولكن دول متجهات زي ما هم عشان مش تربيع. طيب. فدلوقتي لو طبقنا القانون التاني اللي هو حفظ كمية الحركة. بي انيشل دي مش علينا انا بس. عشان ده شرح. فنفهمها مرة وخلاص. طيب. كرات البلياردو او المثال اللي هنعمامه ان الكرات كتلتها متساوية. فقدر اختصر كل الامات دي. واتفقنا البي انيشل بتاعة الجسم التاني بصفر. وبالتالي البي انيشل تربيع تساوي تربيع زائد تربيع. فانا عندي تربيع. قدر اشيلها واحط تربيع. زائد تربيع. وهنا عندي تربيع. تنبي واحد باتنين. وفاينل تو تربية فاينل ون مع فاينل ون وفاينل تو مع فاينل تو هيطلع لي ان الاتنين بي واحد في بي اتنين ضرب قياس المتجهين يساوي صفر اسامت على اتنين هتساوي صفر طيب اللي انا عايز استنتجه لما يكون ضرب القياسي المتجهين يساوي صفر استنتج ايه بالظبط هستنتج حاجتين امتى ده يساوي صفر هو ناتج الضرب القياسي ليهم هيساوي مقدار الاول في مقدار التاني في كوزين الزاوية ما بينهم فامتى يساوي صفر لو كان طول واحد فيهم يعني مقدار واحد فيهم يساوي صفر فناتج الضرب هيساوي صفر طيب واحنا اتكلمنا لما هما الاتنين هيصطدموا ببعض فلو مقدار متجه الحركة بعض التصادم لجسمه فيهم يساوي صفر معناها انه هو هيثبت مش هيتحرك فلما اتكلمنا على كتلتين متساويتين لما ده هيخبط في ده فالV final 2 هتساوي الV initial 1 يعني هيبقى بصفر يعني الكرة دي لما هتخبط في ده هتثبت والكرة دي هتاخد سرعة الجسم الاول اللي جاي بيه فدي الحالة الاولى ده اللي بنسميه التصادم المواجه ايه التصادم المواجه كرة تخبط في كرة فالكرة دي بعد الاستضام تثبت والكرة دي بعد الاستضام تتحرك بنفس سرعة الاولاني او ان الزاوية دي بتسعين لو الزاوية دي بتسعين يبقى كزان تسعين بصفر يبقى ناتج الدرب القياسي ليهم بيساوي صفر طيب فدي ده المعطر اللي احنا عايزين نستنتجه ان لو التصادم مش مواجه فاي تصادم ما بين جسمين هينتج عنه ان الزاوية ما بين متجهي الحركة للجسمين يعني الجسم واحد هيتحرك بعد التصادم في اتجاه عمودي ان الزاوية ما بين متجهي الحركة النهائي للجسمين هيكون تسعين فدي المعطر اللي انا بكون عارفه وهو مش هيقوله لي انا بكون عارفه فده كده الشرح بتاع الوحدة دي هنا بيقول مثال على نفس الكلام اللي احنا بنقوله لما هتضرب جسمين متسعين في الكتلة في بعض فهتلاحظ ان هم هيتحركوا بعد التصادم ويكون الزاوية ما بين متجهي الحركة بتاعهم بتسعين اتمنى يكون كل شيء مفهوم وبكده نكون خلصنا شرح المنهج واشوفكم على خير